مصر فتحت الباب للبيع والاستثمار والصفقات الضخمة طب مصر عب تبيع أصولها متل مو كتير فاهمين ولا شو القصة الدكتور مدبولي رد وقال لا نحنا ما عم نبيع نحنا عم ننشط الأصول هاي وعم نحاول ندور عجرة الاستثمار مشان نجيب دولارات ونمشي الدنيا بالبلد طب الدولارات مشان تيجي وتحل أزمة البلد والسيولة للعملة الأجنبية فهل هاد محتاج تبيع مصر أكتر من كنوزة بالساحل الشمالي؟ يعني مبارح كانت رأس الحكمة اليوم عرض رأس جميلة للبيع ومعها كمان منطقة الجلالة بالعالمين الجديدة وهذا كله بخمسين مليار دولار متل ما تسرب شو القصة وشو حكاية اختراق الخليج للساحل الشمالي وليفي صباق سعودي قطري على صفقة شراق رأس جميلة وشو حكاية الكنز السري المدفون بالمنطقة هاي وشو علاقة أرض رأس جميلة بتيران وصنافير الحلقة اليوم قوية جدا ورح نقول الكلام المحظور واللي أكيد ما رح تسمعو غير على أحمص الحكاية من ساعات كانت تسريبات مهمة عن صفقة جديدة بين مصر والسعودية وسيناريو مشابه لصفقة تمت من ساعات الحكاية كشفة موقع روسيا اليوم يلي قال ان الحكومة المصرية بتستعد لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية القوية بين مصر والإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من بين المشاريع هاي واللي حيتم طرحها منطقة رأس جميلة بشرم الشيخ اللي حط عين عليها من فترة المملكة السعودية وكمان بعثت من كم يوم تركي أهل الشيخ للقاهرة اللي عاين رأس جميلة وقعد مع مجموعة رجال أعمال مصريين تقال مثل هشام طلعت مصطفى وأحمد أبو هشيمة وسويراس وحصل اتفاق سري بينهم لسه تفاصيله ما تسربت لكن الأهم انه تركي على طول وبعد الاجتماع هاد ومعاينة أرض رأس جميلة كاتب تقريره لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الغريبة انه فيه تسريبات تانية طلعت ومن ساعات انه فيه صباق كمان على أرض رأس جميلة من جانب قطر اللي حط عين عليها وعنده طموح قوي جدا انه تحط رجلة بمنطقة الجلالة بالعالمين وتنافس الإمارات هنيك واللي فازت بصفقة رأس الحكمة لكن السؤال ليه صباق الدوحة والرياض على شراء رأس جميلة بالذات؟ نتفق من الأول قبل ما نجاوب على كم لقطة مختصرة جدا وسريعة عن أرض رأس جميلة وخلونا نفكر شوي مع بعض أول لقطة هي موقع منطقة رأس جميلة اللي بتقع بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وكمان بتطلع على البحر الأحمر مباشرة وبشهادة الخبراء وكبار المستثمرين فهي من أفضل بقاع سيناء واخدوا كمان تسع شغلات مختصرين عن رأس جميلة بسرعة واحد مساحتها أكتر من 860 ألف فدان وفيها تاني أطول شاطئ بالمنطقة بعد خليج نعمة اتنين ملاصقة لمطار شرم الشيخ مباشرة وهذا اللي بيميزها كمنتجع سياحي فريد بيسهل ترويجه بالأسواق السياحية العالمية ثلاثة من أرض رأس جميلة ممكن تشوف جزيرة تيران ومن خلف صنافير بالبحر الأحمر واللي هن أفضل جزيرتين حاليا كمقصد سياحي أربعة فبتطويرها العمراني والترفيهي هاد لو صار حتكون رأس جميلة أفضل بقاع جنوب سيناء وممكن كمان تكون أهم المقاصد السياحية حول العالم خمسة في أفضل شواطئ ومناظر خلابة وطبيعية بالبحر الأحمر ككل وكمان تعد أفضل منطقة غنية بأندر الشعب المرجانية على طول البحر ستة فهي منطقة مناسبة جدا لإقامة فنادق سياحية جذابة العوامل كتير سبعة فبأرض رأس جميلة موجود تاني أطول شاطئ بالمنطقة بعد خليج نعمة واللي حيكون له دور كبير بيفتح باب الاستثمارات الأجنبية بمصر وحيوفر كمان العملة الصعبة بإشارة لو استغلت الحكومة رأس جميلة صح اتماني فرأس جميلة قريبة جدا من حقل نرجس للغاز الطبيعي اللي لسه مصر ما اكتشفته من كم شهر وفي خير كتير من الغاز الطبيعي وأحتياطي مهول وغير مسبوك طب وهاد معناه شو؟ شو علاقة الغاز الطبيعي بصباق قطر والسعودية على صفقة رأس جميلة وهاد مربط الفراس يعني شو؟ يعني انه الدولتين ما عم بيطلعوا لرأس جميلة على انه مشروع استثماري بس ومثل ما شاف كتير من المراقبين انه نحطين عينهم اكتر على المدفون تحت أرض رأس جميلة من كنز ضخم من الغاز الطبيعي اللقطة التانية فرأس جميلة واللي ما بيعرفها هي بتطل على البحر الأحمر وقريبة جدا من حقل نرجس للغاز الطبيعي وهاد معناه انه رأس جميلة كمان غنية بثروة ضخمة وبكر من الغاز الطبيعي اللي حط عين عليه لسعودية وقطر ومن سنين والدولتين شايفين انه مصر عنده الكنز هاد واجت الفرصة السعودية القطرية للسيطرة على الكنز هاد وكان السباق من ساعات من باب الصفقات والاستثمار وعروض مغرية لشراء رأس جميلة ويعني منها استثمار وسياحة وعملة اجنبية بزيادة بتزود مخزون من الريالات السعودية والقطرية وكمان بنفس الوقت امتلاق غاز طبيعي وبمخزون ضخم ومهول الاخطر انه رأس جميلة فعلا كنز مصري ضخم وممكن كتير يكون امل مصر الجاية لناهضة الاستثمار ومثل معالة الحكومة المصرية ومستثمرين مصريين مثل الدكتور عاطف عبداللطيف عدو جمعية مستثمرين السياحة بجنوب سيناء اللي قال بالنص انه مشروع رأس جميلة لو الحكومة عملته صح من غير ما تضيعه من ايده فحيرفع عداد السياح الوافدين الى شرم الشيخ وعلى السريع شرح عبداللطيف كلامه وقال انه منطقة رأس جميلة واحدة من اهم المناطق على ساحل البحر الاحمر الغنية بكنوزة من الغاز الطبيعي كمان عبداللطيف قال انه مشروع رأس جميلة لو انعمل صح رح يحافظ على التفوق السياحي لمنتج عشر مشيخ كاهم منتج عسياحي بمنطقة الشرق الاوسط وجدد كمان انه فرص مصري كتير لتوفير عملة اجنبية بس هذا كله مرهوم بالتفكير الحكومي من خارج الصندوق ومن غير التسرع بصفقات ممكن تندم عليها بعد هيك عبداللطيف قال كمان انه اي استثمارات سياحية جديدة فحتعود بالايجاب على الاقتصاد المصري خصوصا انه غالبية المشروعات السياحية والفندقية اللي حيتم ضخها بمشروع رأس جميلة وعلى اعتبار ما سيكون فحتكون مخصصة للسياح من ذوي الانفق المرتفع يعني عملة اجنبية وسيولة ضخمة ورجع الدكتور عاطف عبداللطيف حذر الحكومة من التسرع بعقد الصفقات واكد انه مصر مليان كنوز وكتير طمعانين بالتكويش على ثرواتها من خلال ابتزاز مصر بازمتها وكمان استغلال فرصة حاجتها للعملة الاجنبية لضرب ازمة الدولار اللي هي السبب كمان بازمات كتير بالبلد خصوصا الاسعار وبمناسبة الدولار والاسعار فشو اللي نزل فيهم بعد صفقة رأس الحكمة لحد هاي اللحظة كل اللي عبين قال مو اكتر من توقعات عندكن مثلا بنك جولد من ساكس الاستثماري وهاد مقر الولايات المتحدة الامريكية اتوقع انتهاء ازمة النقد الاجنبي بمصر خلال ايام او اسابيع كحد اقصى بعد صفقة رأس الحكمة اللي ابرمتها الحكومة مع شركة ابو ظبي التنموية القابضة اي دي كيو بقيمة 35 مليار دولار البنك الامريكي شاف كمان انه استثمارات صفقة رأس الحكمة اللي لسه داير عليها كلام كتير وعان اللي وراها وحكاية انه شركة ابو ظبي مالها اكتر من صورة وفيش ركاء سريين معها ومتل ما لمح البنك المركزي اللي شاف كمان انه صفقة رأس الحكمة فاقت توقعاته السابقة وشاف انه ممكن كتير تكون داعم كبير لاقتصاد مصر القومي الفترة اللي جاية وبمعلومات اكتر شاف فاروق سوسي المحلل لدى بنك جولدمن ساكس انه لو تم التمويل لصفقة رأس الحكمة متل ما هو مخطط له مع برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي فهذا اكيد حيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل بمصر على مدى الاربع سنين اللي جايين سوسي اكد كمان انه انهاء ازمة النقد الاجنبي بمصر ممكن تعمل انخفاض طفيف بقيمة الجنيه مقارنة بالاسعار الحالية بالسوق الموازية وشاف انه تأثير صفقة رأس الحكمة ما رح يظهر الا بعد كم اسبوع وبخصوص الاسعار بالشارع واحتياجات المواطنين واسعار شغلات كتير مثل الحديد والسيارات فهذا كله ما رح ينخفض سعره غير لما الحكومة تصدر كم قرار يحد من جشع التجار بالسوق لهم بتكون خصة الحلقة فلو عجبتك لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب واذا حابب تطلع على المصادر فتعرك لك رابط قناة التليجرام بالدسكريبشن اشتركوا في القناة